الخبر الأول من بريطانيا الخبر الأول من بريطانيا تفاصيل مقلقة أول استطلاع يكشف حجم الاعتداءات على المساجد في بريطانيا بدافع الكراهية طبعا إخواني وأخواتي في الدول الغربية منذ تقريبا منذ أعوام عشرة أعوام أو أكثر هناك اعتداءات على المساجد يعني مثلا واحد يروح المساجد ويعتدي على المصلين يحاول يقتل منهم أحد أو مجموعة تذهب أثناء خلو المساجد من الناس ويقومون بتكسير الزجاج أو كتابة عبارات عنصرية وهذا الكلام أكثر ما يكون في فرنسا وكذلك أيضا هناك اعتداءات زي السرقة زي التخريب زي الأمور هذه فهذه الاعتداءات كانت موجودة منذ فترة طويلة لكن هذه الاعتداءات أصبحت كثيرة جدا جدا في الفترة الماضية رغم هذه المزاعم بأن هذه البلاد تحترم المسلمين وكذا وبريطانيا خلي بالكم بريطانيا صنم عند كثير من المسلمين يعني تيجي واحد يكلمك يقول لك أوروبا فيها بس بريطانيا بريطانيا هي أس الفساد وهي أقبث بس هي الخبث بتاعها ناعم شوية يعني تحجي بي وعملي بس إحنا هنا نغير عقول الشباب والأجيال الجديدة وعندهم نفس طويل البريطانيين مش مستعجلين زي السويد مستعجلة النرويج مستعجلة الدنمارك مستعجلين يعني مش قادرين يصبروا على الأطفال أما بريطانيا لا لسه عندنا وقت يعني ما عندناش مشكلة أنا نغير مثلا يعني بعد عشرين سنة بعد ثلاثين سنة يكون الجيل القادم كله تبعنا وهكذا وهذه نفس طريقة بعض الدول يعني حتى في أمريكا نفس الحكاية ما فيش استعجال لكن في خطة وفي سيستم محطوط لهذا الأمر محطوط كده برامج ومواد تدريس الجنس بالجباري مش عارف ايه هكذا المجتمع دائما هكذا الاعتداءات اللي انتوا شايفينها دي تخيلوا إلى الآن تخيلوا بلد زي بريطانيا يوجد فيها تعريف لمعادات السامية أو للنازية أو لأي فكر آخر أي جريمة مثلا أو شيء محطوط لتعريف بحيث أن انت لو عملت هذا الشيء إلا الإسلاموفوبيا جميع الحكومات المتعاقبة في بريطانيا تعترف أن هناك اعتداءات على المسلمين وكراهية ضد المسلمين لكنها لم تعرف الإسلاموفوبيا ولم ترتب عقوبات على من يرتكب هذه الجرائم المتعلقة بالإسلاموفوبيا طبعا الاستطلاع الرأي يتكلم أن الحالة الأمنية في بريطانيا سيئة جدا وتعرض عدد كبير من المساجد للهجمات بدوافع كراهية وعنصرية وهذه الاستطلاعات من مؤسسات بريطانية طبعا هي هذه المؤسسات طبعا إحصاء للمسلمين وجدوا أن هناك ارتفاع كبير في الاعتداءات على المساجد سواء جسدية أو جرائم كراهية وكان الهجوم الإرهابي على مسجد نيوزيلندا سنة 2019 بمثابة نقطة تحول في الاعتداءات على المسلمين حيث أظهر الاستطلاع أنه منذ تلك السنة بدأت الهجمات في التزايد خلي بالكم يعني الجريمة اللي حصلت في نيوزيلندا مش المفروض أن بعدها الحكومات الغربية تتخذ إجراءات لا ده هي زادت الاعتداءات و42% من المساجد ركزوا التي شملتها الدراسة تعرضت لهجوم بدافع ديني طبعا هما إزاي يا جماعة بيعملوا استطلاعات الرأي هو ما يقدرش يروح كل المساجد هو بياخد عينة عشوائية دايما كده الاستطلاعات بالطريقة هذه بياخد ألف شخص أو مئة شخص وبيسألهم أسئلة معينة وبيتوصل إلى نتيجة من خلال المئة دول على تأوية عميمها على الباقي ف42% يعني اعتبر أنه 50% من المساجد الكلية تعرضوا الاعتداءات 42% نسبة كبيرة جدا وقد يكون نسبة الاعتداءات أكبر من ذلك طبعا تخريب أكثر حاجة وكذلك أيضا القذف بالحجارة دا أحد القائمين على مسجد في لندن قال أنه اللي هما رأيتوا إسلاما بلا مسلمين تعرضهم للقذف بحجارة ضخمة من طرف شخص تبين فيه بعد أنه استهدف مساجد أخرى في العاصمة البريطانية لندن يعني هو شغال على المساجد رايح جاي يعتدي على المساجد وبيسرح وفيه كسر زجاج والنوافذ الاعتداءات على سيارات القائمين على المساجد كتابة شعرات وكلمات عنصرية على جدران المساجد طبعا في مساجد أخرى أعلنت 32% أعرضوا أنه حصل سرقة سرقة صناديق التبرعات التي توضع على بوابات المساجد وكذلك رسائل عنصرية وتهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر اتصالات هاتفية وطبعا الناس عايشين هناك في قلق طبعا ما فيش حد بين هذه الصورة إلا قليل هذه الأخبار لن تراها على صفحات العلمانيين والمنبطحين العرب طبعا هنا الشرطة متقاعسة الشرطة لا تتعامل بجدية مع هذه الأحداث الشرطة البريطانية والحكومة لا تتعاملان بالجدية المطلوبة لحماية المساجد من الاعتداءات وكانت الشرطة والحكومة قالوا سنقوم بعمل كاميرات مراقبة وكلام من هذا وطبعا هذا أصلا خطير الموضوع ذا أنا مش عايز أتكلم فيه لكن المهم أن هذا التقرير يكشف لكم تزايد الاعتداءات على المساجد وهنا على فكرة سبحان الله ويرى كوزبر أن الحل يكمن في اعتماد الحكومة البريطانية تعريفا رسميا لإسلام وفوبيا والتوقف عن المماطلة في هذا الموضوع لأن هذا التعريف صدع الإطار القانوني لمعاقبة كل من يعتدي على المساجد المسلمين أنت في بريطانيا لو قلت كلمة معينة ضد مثلا اليهود ستعاقب لأنه أنت هناك عندهم تعريف معين للمعادات السامية والنازية كل الطوائف وكل الأشكال والألوان الفئران حتى لهم حقوق في هذه البلد أما المسلمين فتجد مماطلة طيب بعض الناس طبعا بريطانيا أنا تعمدت تكون بريطانيا معنا لكن خلي بالك أيضا صدر تقرير هنا بتاريخ 3 يوليو أنه هناك أيضا ارتفاع لوطيرة العنف ضد المساجد والمسلمين في ألمانيا أنا عايز أقول لكم الرقم بس الرقم اللي وصلوا إليه 768 هجوم على المساجد في ألمانيا من سنة 2014 لسنة 2021 تعرفين يعني 768 هجوم هذا رقم كبير جدا يعني مش واحد كل سنة ولا اثنين كل سنة ولا ثلاثة كل سنة لا احسب 768 على سبع سنوات شوف كام شوف كام عدد هذه يعني حوالي 100 اعتداء مثلا كل أكتر من 100 اعتداء ده ده بس الموثق سنة 2021 وواحد وعشرين الشرطة نفس الحكاية المشكلة في هذه الموضوعات كلها ان الشرطة والحكومة متقاعسة لا يوجد أي شيء لا يوجد تحرك يعني مش هتشوف عارف انت لو العكس تخيل بقى المسلمين اعتدوا على كنائس النصارى في الغرب تخيل بس تخيل ان المسلمين اعتدوا على والله لعمل تحالف دولي الحاء المسلمين يريدون احتلال أوروبا وكذا وإن الله وإن الله رجل طبعا هم يريدون ذلك كما يقول أخونا فانتم طبعا التقرير هذا منشور أيضا حطوكم المصادر في وصف الفيديو لمن أراد معرفة التفاصيل هنا اهو انكريز ان كذا يعني هذا زيادة انكريز زيادة في الاعتداءات او الهجوم على المساجد والمسلمين خلي بالك مش المساجد فقط الاعتداء على المسلمين ودينا وثقت لكم أكثر من مرة جريمة قتل مسلم سوري والاعتداء على امرأة محجبة والبسق في وجهه ووحد ضرب شاب بسوري في الاعتبيس وأشياء كثيرة جدا يعني أنا وثقت هنا كثير من الاعتداءات هذه ففي اعتداءات على المساجد وعلى المسلمين هذه كارثة وهذه الحكومات لا تتعامل بجدية لو كانوا فعلا يريدون حل هذه المشكلة والله لحلوها كما حلوا مشكلة طوائف أخرى معنا خبر من الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية ركزوا معايا في هذا الموضوع لأن هذا الموضوع يكشف لكم نوايا الحكومة الأمريكية والحكومات الغربية الحكومة الأمريكية تعلن رسميا عن منح مالية لنشر الإلحاد في دول الشرق الأوسط وأفريقيا ودول جنوب ووسط آسيا مرة أخرى الحكومة الأمريكية على الموقع الرسمي تعلن عن منح مالية لنشر الإلحاد والإنسانوية في الدول العربية وفي دول إفريقيا اللي هي في بعض دول إفريقية غير طبعا في دول إفريقية عربية مصر وجزائر وليبيا وووو لكن وكذلك في دول آسيا سواء جنوب أو وسط آسيا وهذا يؤكد لكم أن هذه الحكومة التي ترسل ملايين أو مئات الألاف من الدولارات للملاحدة في بلادنا لنشر العلمانية ونشر الإلحاد في بلادنا في بلاد المسلمين هل يعقل أن تسمح بانتشار الإسلام في بلادها أنا أتساءل هنا سؤالي هل الحكومة التي تنفق المليارات على الإنقلابات العسكرية وعلى إسقاط اقتصاد البلاد العربية وعلى دعم الطغاة وعلى نشر الإلحاد وعملين قناة اسمها الحرة للملاحدة وأعدال هل هؤلاء سيسمحون بانتشار الإسلام في بلادهم أتمنى حد يجيب على هذا السؤال بالله عليكم طبعا اعترض فيه اعتراضات على هذا الموضوع طبعا كير وهي مؤسسة إسلامية موجودة في مجلس العلاقات الإسلامية معروفة اعترضت على هذا الأمر وقالت أن هذا الأمر غير مقبول وأن الحكومة الأمريكية بدلا من أن تنفق هذه الأموال على نشر الإلحاد وكذا المفروض تنفقها على العدالة والأمور هذه وطبعا ولا كأنه قالوا حاجة بل أنا أزيدكم من الشعر بيتا طبعا اللي عاوز يشوف التفاصيل يقرأ هذا يكتب منح مالية مشبوهة هل تسعى أمريكا لنشر الإلحاد في العالم الإسلامي هذه ترجمة عربية المواقع اللي أنا عرضتها لكم ده موقع الخارجية ودي مؤسسة كير المجلس العلاقات وده بقى المفاجأة مين بقى المعترض كمان مع المسلمين المعترض مع المسلمين الحزب الجمهوري الحزب الجمهوري أيضا يعترض على هذا الأمر ويقول لهم أنتم ماذا تريدون من نشر الإلحاد في العالم لأنه طبعا أنا قلت لكم بايدن ده أصلا يعني هذا العجوز الخرف هذا يسار هذا ما له علاقة بأي شيء هو أصلا عدو للدين أصلا بس هو بيستخدم كلمة قاد وبيقى عند المسلمين يقول لك يعني أنا شفته هو بيعمل دعاية الرئاسة الأمريكية وأنا أقسم بالله أن كثير من المسلمين راحوا انتخبوا بايدن أقسم بالله وشفت بعيني صفحات الجالية الإسلامية الجالية العربية والإسلامية في أمريكا منها اليمنية ومنها الصومالية ومنها الجزائرية والمغربية وغيرها كانوا يؤيدون بايدن وينشرون الفيديو الذي قال فيه للمسلمين كان الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم بفرحة أوي هذا الشخص هو الذي يصدر قوانين الشذول الجنسي هو الذي يحارب الأطفال في المدارس هو الذي ينشر الإلحاد ثم يأتي الناس ويذهبون طوعا طبعا ليه لأنه هذا انتخابه هو للبقاء في أمريكا للأسف الشديد للبقاء في أمريكا نضيع أطفالنا ما عندش مشكلة لأنه طبعا الحزب الجمهوري هو ضد سياسة الهجرة وكلام ده كله ويريد طيب يا جماعة الحل بسيط اتركوا لهم هذه البلاد وتنتهي القصة لماذا هذا الحرص الزائد على البقاء في هذه البلاد هذا سؤال أيضا أسأله هو طبعا هيجي لك واحد يقول لك ما فيش شغل في بلادنا طيب يا أخي أبو أولادك ودينك الله المستعان طيب الخبر ده طبعا أنا نشرته لكن ما فيش مانع أننا أنشره تاني هذا الخبر من فرنسا من فرنسا سيارة شرطة بمدينة لو بورغي الفرنسية تقترب من شخص يحمي الأكياس يريد عبور الشارع ففتحوا النافذة ورشوا على وجهه رذاذ الفلفل وهربوا من المكان تاركين الرجل يتألم وحده حسب المتداول من أن أفراد الشرطة فعلوا ذلك لأجل المتعة بسبب شعورهم بالملل ومطالبات بمحاسبتهم يعني كانوا بيتسلوا كانوا بيتسلوا خلونا نشوف الفيديو طبعا هذا الموقف الخسيس ليس مستغربا من الحكومة الفرنسية والشرطة الفرنسية ممكن أحد يقولك هذه حالة فردية لا يا حبيبي أول شيء هذا الرجل واضح جدا من وقفته ومن شكله أنه مش فرنسي ده رقم واحد يعني أول شيء بس كده بين من بعيد كده شعره أسمر فهذا مش فرنسي غالبا هو يا إما من باكستان يا إما من العرب وإما من أفريقيا المهم هذا الشخص المسكين ليس فرنسيا وإلا ما فعلوا ذلك أفراد الشرطة دول شافوا في الشارع لكن تسلى أكيد ما فيش حد بيصور لأنه أصلا وزير الداخلية والبرلمان الفرنسي أصدروا قرارا بتجريم تصوير الشرطة مش عارف هل هذا القرار طبق أم لا لكن أنا شفت احتجاجات ضد هذا القرار وحصلت أشياء كثيرة ضد هذا القرار فهذا هو اللي بيعملوه ربما يحاسب الشخص اللي صور هذا الكلام الرجل واقف في أمان الله خلي بالك ركز معي تعالوا نحلل المشهد بصوا كده أول شي الراجل مستني يعد الشارع خلينا أوطي الصوت الراجل عاوز يعد الشارع أهو العربية الشرطة أصلا كانت عدته بصوا كده عربية الشرطة عدت الراجل يعني هي أصلا تجاوزت الرجل أهو وبعدين رجع تاني عمل 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 رجع تاني تبع تبع وبعدين طلع الرشاش أهو هو رجع كده ده يا جماعة قمة الخصة والندالة والراجل واقف وشايل أكياس في إيده ويبدو أنه شاير أشياء لأطفاله ولا الزكت ولا الأهل ولا المسكين ولا هو أصلا إيه حكيته لكن واضح جدا أنه راجل مسكين ما عندهش عربية ولا عنده حتى موتوسيكل ولا عنده أي حاجة وبيعاد الطريق ماشي على رجليه بصوا بقى إيه اللي يحصل شوفوا الراجل طبعا أنا عايز أقول للناس رذاذ الفلفل هذا هو عبارة عن سائل كيميائي إذا دخل في عينيك ما بتشوفش قدامك ده بيستخدموه في فضل احتجاجات هذا الشيء بيستخدموه في فضل احتجاجات أو في التعامل مع الأشخاص اللي عاملين مشاكل مع الشرطة بدلا ما يستعملوا السلاح تقدر توجه هذا الشيء أنت مجرد ما ييجي في عينيك نقطة من هذا الرذاذ أنت ما بتشوفش حواليك بتحس أن عينيك بتحرقك بيحصل لك حرقان في عينيك وبتحس بال يعني ممكن تخطنق يعني شعور غريب جدا ريحة و وشعور غريب فشوفوا الراجل حصل له زي يعني تحس أنه الراجل تجنن بصوا كده طبعا أنا مش فاهم الراجل ده بيقول إيه بس فيه ناس بيقولولي أنه بيجتم يعني أنا والله ما عرف هو بيقولي بالفرنسي أنا عاوزك تشوف بس ركز مع الراجل وسيبك من اللي بيقوله الشخص بصوا بعدين الراجل طبعا هو خايف بيبص يعني بصوا بيبص على ليه وهو خلص بقى قال لك لا أنا وقع في الأرض بصوا وقع في الأرض عشان تعرفه تأثير هذا الأمر غاز الفلفل مع أكسوجين نعم أخي عشان تعرفه تأثيره خل الراجل يسقط على الأرض لأنه ما كانش متوقع هذا الأمر يحصل له هي دي بقى شرطة ماكرون وهذا دارمانين ده جيرلد دارمانين هذا المجرم الذي يكره ويبغض الإسلام بطريقة غير طبيعية هذه هي رأيته إسلاما بلا مسلمين رأينا الشرطة الفرنسية عشان محدش يقولك كذا رأيناهم وقد كانوا يضربون ويسحلون المحتجين في أحداث السطرات الصفراء بل الاحتجاجات التي خرجت ضد قانون الشرطة سحلوا للمتظاهرين وأنا كنت كل يوم أطلع على فكرة مين كان بيحضر معنا الليفادي كل يوم أطلع على هذه الاحتجاجات وكيف كانت الشرطة تتعامل مع الاحتجاجات في ناس معواقة الآن يعني عندهم مشاكل في الحركة وكذا ولم يحاسب شرطي واحد إلى الآن عشان بس ما يجيش واحد منبطح ويقولك اه يتحاسب وتحاكم ايه اللي يحصل يعني الشرطة ده يروح فين ولا حاجة ولا أي حاجة القادة هيشوف الرجل المسكين ده أبو أميسو بانطلون كلاسيك اللي هو الموضة الأديمة وهيشوف الشرطي شعره أصفر وعينيه زرأة ولا خضرة وابن بلده وهيحكم عليه بشهر ولا هيدفعه غرامة 3 جنيه ولا 10 يورو ولا كلام فاضي هذا ما يحدث طبعا مش عايز أطول في هذا الموضوع لكن حبيت أعلق عليه لأني طبعا نشرت الفيديو بدون تعليق طويل المصيبة الأكبر هنا وطبعا الخبر منشور أنا جبت لكم من دوتش فيلا مع أنه دوتش فيلا أكيد أخفت بعض التفاصيل ضابط بالجيش الألماني ركزوا على هذا الكلام هؤلاء هم الذين يدافعون عن الناس تخيل بقى كام واحد ضابط زي دا في الجيش وفي الشرطة وفي البحرية وانتحل صفة لاجئ سوري وكان يخطط لعمليات وهجمات إرهابية عشان إيه بقى دا بقى لما كتبتوش لدوتش فيلا كان يخطط لهجمات تستهدف ساسة رفيع المستوى شخصيات عامة حسب لائحة الاتهام التي نفاها طيب إيه بقى الهدف من هذا الأمر ليه بقى مش هتلاقي دا طبعا إلا في لو صحيفة مثلا يعني بعيدة عن ألمانيا الهدف من الأمر دا إيه الهدف من هذه الأشياء أنه عمل نفسه لاجئ سوري وهذا شكله طبعا هذه صرطه وعمل نفسه لاجئ سوري ودخل البلاد وأخذ وعطوه لجوء أنه سوري مع أنه بعرفش تكلم لغة عربية وكان سهل يتكشف ومع ذلك يعني كان الأمر متروأ ومتظبط مع الموظفين وكان يفعل ذلك كله عشان يكون المسلمين إرهابيين وتزيد الهجمات ضد المسلمين ويعالم إيه الجرائم اللي ارتكبها باسم النسوري في الفترة دي الله أعلم هذا الشيء يكشف لكم أنه كثير من الأعمال التي تحدث في دول الغرب وتنسب لمسلمين ليس لهم علاقة بالإسلام ولا بالمسلمين يقول لك واحد فلان الفلاني فاكرين الرجل اللي عمل جريمة وقال لك أسلم قبل العملية بيومين عشان عارفين أنه يعني قال لك أنه العمل عمله مسلم أسلم من يومين إزاي جماعة؟ واحد لسه أسلم مبارح ولا أول مبارح؟ أول حاجة بيروح يعمل عمل إرهابي؟ معقول؟ ده غالبية اللي بيدخله في الإسلام بيكون داخل لأنه الإسلام دين يعني فيه السماحة وفيه السلام وفيه العدل وفيه كذا وفيه كذا طيب فاكرين الرجل بتاع بريطانيا اللي أنا تكلمت عنه هنا اللي كان مسلم وذهب إلى بريطانيا وارتد عن الإسلام وعاش في الكنيسة سنوات ولما عمل عمل إرهابي قال لك أنه هو مسلم فاكرين القصة دي أنا أتمنى والله الناس كتير تكون يعني متابعة معانا ومخاصة في الموضوع ده فاكرين اللي أنا عدت أثبت بالدليل القاطع أنه أصلا كان نصرانيا يعني قح صح يا جماعة؟ فأعلموا أنه هذه الأعمال التي تحدث في دول الغرب وتنسب للمسلمين في غالبيتها وراء هذه العمليات شخصي مثل هذا الضابط في الجيش الألماني الخبر منشور من الإذاعة الألمانية دوتش فيلا رسميا التحليل من عندنا إحنا ليش حصل على هوية لاجئ سوري عشان يعمل هذا الكلام عشان يكون هذا الأمر ضد المهاجرين وضد السوريين وضد المسلمين في هذه البلاد وأنا طبعا مش عاوز أطول في هذا الأمر كل واحد يحلل الموضوع ما حدش يقول لي بقى لو عاوز يرتكب جرائم لماذا ينتحل يعني صفة لاجئ سوري ويتعب نفسه ما كان يعملها وخلاص مباشرة ما هو ضابط في الجيش الألماني كان عايش بشخصيطين لا لازم تلصق بالمسلمين بسرعة كده الحكومة السويدية أطلقت حملة تنفق عليها ملايين الكورونات لما تسمى تصدي لحملات التضليل بمعلومات الكاذبة حول سحب الأطفال طبعا الحكومة السويدية ما زالت في غيها القديم للأسف الشديد الحكومة السويدية تحاول تقول أن هذه حملة تضليل ضد عمل ومهام سلطات الخدمات الاجتماعية خلال الربيع الماضي حيث انتشرت معلومات مغلوطة حولها وبشكل رئيس في الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي الناطقة باللغة العربية والتي صورت على سبيل المثال أن الخدمات الاجتماعية تختطف أطفال المسلمين نعم هي تختطف أطفال المسلمين وغير المسلمين أنا نفس أفهم يعني طب ماشي انت عارفين يا جماعة لما واحد من اللي بيتبنوا الفكرة دي تتناقشتي معاه طبعا هو شغال في صحيفة من صحف السويد وهذا خبيث جاسوس قال لي أنت تتهم الخدمات الاجتماعية بأنها تختطف أطفال المسلمين وهذا الكلام غير صحيح قلت له طب إيش الصحيح قال لي تختطف أطفال المسلمين وغير المسلمين طيب قلت له طيب ماشي مشكلة أنا يهمني أطفال المسلمين بالدرجة الأولى يعني أنت إيش اللي أنت أضفت في يعني أنا سبب أن أنا مهتم بأطفال المسلمين لما بيتكلموا لغة العربية أهليهم فأنا ما قلت شيئا كذبا نعم يخطفون أطفال المسلمين ويستهدفون المسلمين بصفقة عامة وما بيخدوش من أبناء السويدين إلا قليل نسبة السويدين يعني أنا عايز أفهم أنت نفيت المعلومة ما نفيتش المعلومة أنت بس زدت عليها والله يا جماعة منطقهم خبيث المهم يا جماعة أنه الآن ستبدأ هذه الحملة وسترون شراسة الحكومة السويدية والتي ستذهب إلى السفارات وتستأجر اليوتيوبرز أي واحد يوتيوبرز عنده قناة على اليوتيوب أو عنده صفحة على الفيسبوك أو 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 يكلمك الفترة اللي جاي عن السويد وجمال السويد وحلوته السوسيال اللي بيخلي باله من الأطفال اعلم أنه مأجور واخد آبض من الحكومة السويدية أنا نفسي لو طلعت في القناة دي وقلت لكم الحكومة السويدية زي الفل اعملوا حسابكم أن أنا أبط وبيعتكوه وبيعت المشاهدين والمشتركين في القناة فأنتوا أول ما تشوفوا حد بيطبل اكتبوه له على طول قلتوله أبط كام مباشرة أي واحد تلقوه بيطبل الفترة اللي جاية أقول له أبط كام طبعا إحنا مستمرين أخونا الكريم إحنا مستمرين ببساطة شديد والله المستعان طيب هنا موضوع آخر موضوع آخر عشان تعرفوا أن المستهدف يعني أكلتوا يوما أكل الثور الأبيض المؤسسات والجمعيات الدينية الإسلامية لما حصلت أزمة السوسيال وقفوا مع من يا جماعة من الذي انحازوا إليه انحازوا إلى السوسيال نعم قالوا كلمات عامة نحن نتعاطف مع الأسر وأولئي وكذا بس لازم بقى نعلم الأباء والأمهات إزاي ربوا أطفالهم ده إدانة أصلا للأسر يا جماعة هذه إدانة للأسر إنك انت تقول أنا أتعاطف معهم بس لازم بيتعلموا إزاي ربوا أطفالهم أنت كده بتقول أن الحكومة السويدية تأخذت أطفالهم لأنه هؤلاء لا يربون أطفالهم صح يا جماعة المهم الآن بدأت مؤسسات حكومية وخاصة والإعلام السويدي يركز على نقطة مهمة جدا وهي أن المؤسسات الدينية لا تساهم في تقبل المثليين خلي بالك هي لا تقبل لو هم كتبوا لا تقبل المثليين ماشي لا تساهم في تقبل المثليين يعني لا يساهمون في نشر هذا الشيء هيطلبوا منهم يطلعوا على المنابر ويقولوا أنه هذا الشيء مقبول بين الناس وبين المسلمين وغير المسلمين وإلا هيقطع عنهم الدعم طبعا بعض الناس يقول لك طب ليه ياخدوا دعم أصلا بص يا حبيبي الحكومة السويدية والحكومات الغربية عندها سياسة أوعد فكرناها بتدي الجمعيات دي فلوس لوجه الله عشان ينشروا الإسلام لا هي تعطيهم الأموال حتى تسيطر عليهم في مثل هذه القضية شوفوا الفلوس اللي اندفعت ما راحتش هضر ما هو أكتر ناس خضعوا وسكتوا ولم يخرجوا مع الأهالي المتضررين الناس اللي جوا السويد احنا أصلا لو الأهالي اللي في السويد المئات الألاف اللي عايشين جوا السويد لو خرجوا مع الأطفال مع أهالي الأطفال هيحصل انقلاب في البلاد يعني يحصل تغيير فعلا فحصل إخضاع ولم يخرج إلا عدد قليل هذه الأموال التي دفعتها الحكومة السويدية تريد الآن ليس فقط مجرد التطبيل لها تريد منهم أن يساهموا في تقبل الشواذ جنسيا طبعا بدأت بقى الصحف الكلام ده خلي بالك دايما بيبدأ من الصحف الصحف جمعيات دينية ومسيحية وإسلامية في السويد وكذا اللي انهم ما بيساهموش بدعم هؤلاء في المجتمع أنت لازم تساهم في دعمهم أنت لا يطلب منك أن تسكت فقط يعني بص أوع حد يقول أن في مسجد في السويد يقدر الآن يقول أنه دي خطيئة وأنه دي شيء وأنه ربنا عذب قوم لوط وأنه أنت كمسلم لا يجوز لك أن تعطنق هذا الأمر وأنه هذا الأمر عقوبته كذا في الإسلام مستحيل ده أنت هم الآن اللي بيطلبوا من المساجد بيطلبوا منهم أنهم يساهموا في تقبل هذا الأمر ها تخيل هل تخيلتهم هذا هل تصورتهم هل وصلت فكرة تقبل هو عاوزك أنت تطلع وتقول أنه إحنا لازم نتقبل هؤلاء وأنه دول يعني خلاص هذه السويد يا جماعة للأسف الشديد وهذا اختبار صعب اختبار صعب جدا جدا وإن لله وإن عليه رجعون الخبر أنا بس جاي بالخبرين دول رجل اعتدى جنسيا على 42 طفل هذا الخبر في شهر 7 شهر يوليو الجاري وهذا الخبر أيضا رجل اعتقام بالاعتداء على مجموعة من النساء المسنات يعني خصوصا اللي مصابين بالخرف عندهم خرف يعني عندهم تخريب ما عادوش فهمين هم ما عايشين في الدنيا إزاي ومات منهم ثلاثة كبار في السن حاجة وثمانين سنة تخيلوا واحد راح اعتدى عليهم اغتصبهم أربعة اغتصبهم وحكموا عليه بالسجن سبع سنوات وستة أشهر سبع سنوات ونص خلاص الرجل ده اغتصبهم اغتصب النساء العجائز دول وصورهم ونشر فيديوهاتهم على الانترنت الأدهى والأمر من هذا الكلام أن هذا الرجل متهم في قضايا اغتصاب أطفال عشرات قضايا اغتصاب الأطفال تسعتاشر قضية اغتصاب وخمسة قضايا اكراه جنسي مشدد وهذا الشخص قام أيضا بعمل مواد إباحية للأطفال وعنده ألفين صورة وفيلم يحتوي على مواد إباحية للأطفال واستغل الأطفال في المواد الإباحية خد سبع سنين ست سنين ونص سنو خد كم سبع سنين ونص الشباب المسلم الذي خرج للدفاع عن القرآن خرج للدفاع عن القرآن حكم عليهم بست سنوات وخمس سنوات ونص أنا بس عايزك تشوف الجريمة اللي ارتكبها هذا الشخص ثلاثة ماتوا من هؤلاء النساء معرفش ماتوا بعد الاقتصاب ولا بعد يعني ماتوا كده بعد فترة يعني المهم انه ماتوا يعني مش موجودين دلوقتي ويجي يقولك القضاء والعدالة نفس الكلام هذا الشخص الذي اعتدى على اتنين واربعين طفل هذا الشخص حكم عليه بسبع سنوات سبع سنين سجن يا بلاش والله يا جماعة والله يا بلاش والله جن يعني هذا انسب مكان اي واحد يا جماعة يعني اي واحد عنده شهوة للاطفال وعاوز يغتصب اطفال ويكمل حياته في هذا الامر ويروح المانيا او السويد هتروح هناك هتغتصب مئة طفل مئتين طفل يدخل لك 3-4-5-6 سنين او 7 سنين وبعد كده تعمل استئناف ويتخفف عنك للحكم وتدخل للسجن ويجي لك القهوة بتاعتك والاكل وعلى فكرة المغتصبين بيحطوا لهم في سجون جميلة جدا مبهزرش والله الناس اللي هم محقوزين بسبب قضايا لجوء او قضايا اشياء او جرائم تانية بيحطوهم في عنابر والمغتصبين بتوع الاطفال حطينهم مع بعض في احسن عايشين يعني لابسين بدل وروب وكرافتا وعايشين احلى عيشة شفتوا جماعة فهذه البلاد هي انسب مكان لهؤلاء ثم يأتي واحد ويكلمك عن العدالة هذا بس بمناسبة الابناء اللي حكم عليهم بسنوات اسأل الله نفك اسرهم والله مش نسيكم ولا ناسي اولياء امركم اسأل الله نفرج عنكم دعوتكم لهؤلاء الشباب الذين خرجوا للدفاع عن القرآن الكريم هم الآن حكم عليهم ولم يتدخل احد من المحامين لا العرب ولا غير العرب للدفاع عنهم ومحام الحكومة طبعا هو مع الحكومة وانا لله وانا اليه راجعون شكرا لكم على المشاهدة ويرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات شؤون اسلامية لنصرة قضايا الامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة